الرجال النهاردة احنا بنتكلم على تتويج ببطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري تحقيق كاس السوبر المصري تحقيق كاس السوبر الافريقي تحقيق بطولة الدوري بعد اقامة نظام جديد بنظام البست اوف سري والفوس في مباراتين وخسارة اللقاء وكلنا عارفين اللقاء للقاء اللي خسروا يعني لكن التأهل لكاس العالم للاندية السوبر جلوب وشايفين اللقطات المبهجة واللقطات الجميلة لمجلس ادارة النادي الان هو بيكرم فريق رجال كرة اليد بالربعية كابتن محمود الخطيب المهندس خالد مرتجي دكتور محمد شوقي دكتور مهند مجدي الكابتن خالد العوضي يعني ديفيد ديفيز طبعا المزير الفني دكتور محمد دا سراج الدين عضو مجلس الادارة كابتن ياسر لبيب ونجوم وابطال ورجال كرة اليد في النادي الاهلي على الانجاز الكبير انت بتكلم في ربعية وبتتأهل للمرة التانية لكاس العالم للاندية السوبر جلوب يعني انجازات كبيرة جدا وبتكسب مين بتكسب المنافس التقليدي ليك هنا في مصر او حتى برا مصر هو المنافس التقليدي للاهلي محليا وقررين هو نادي الزمالك خدت منه السوبر الافريقي خدت منه الدوري اخر مسابقة انتهت منذ ايام قليلة جدا على فكرة هي مش محد الصدفة كلام دا بالصدفة بقى اصل الصدفة ممكن تبقى فريق كرة طب اليد طب السلة طب الطيرة طب الانشاءات طب فرع التجمع طب فرع اكتوبر طب استاد النادي الاهلي هل كل دا محد صدفة لا دي ناس بتشتغل ناس مبتعملش حاجة غير ان هي بتشتغل ليه هتتكلم مش هتشتغل لكن ايه اللي يتكلم عنك هو شغلك ده اللي احنا بنتعلمه حتى احنا كمحبين للنادي الاهلي فيه فلسفة عايز تنجح تشتغل هتتكلم كتير مش هتشتغل يبقى مش هتنجح ده درس احنا ممكن نتعلمه في الحياة شغل النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي مش بتقدم بس على البطولات والانجازات يا بتقدم كمان دور مجتمعي ايه هو الدور المجتمعي بص على فلسفة هذا النادي وقيادات ومسؤولي هذا النادي هتلاقي ان فلسفتهم في العمل او في الحياة هو العمل يبقى بالتالي لو احنا مشينا بنفس الفلسفة دي اكيد هننجح هنتكلم كتير مش هننجح هنظهر كتير في الاعلام مش هننجح هنرد كتير على الشائعات اللي موجودة اللي لما بيكون فيه حاجة تستحق الرد يبقى مش هننجح فاللي احنا بنستعرضه ده هو نتاج شغلي كبير جدا مش بيحصل بس السنة دي ده بيحصل على مدار سنوات وتواصل اجيال سواء على مستوى اللعيبة والاجهزة او حتى على مستوى مجلس الادارة سمعنا وشفنا كلمة الكابتن محمود الخطيب مع فريق السيدات تعالوا نسمع تعليق الكابتن على انجاز فريق الرجال طبعا احنا صحية سعداء جدا ان احنا معاكم النهاردة واحنا عايزين كنا زمان كده عملنا حفلة جماعية لكل الناس فاحنا قلنا لازم الاحتفال يبقى مع الفرقة عشان نشوفهم وشفونا ويكون فيه اكثر يعني قريبين من بعض اكتر يعني وانا النهاردة يمكن احنا يعني حرسين كمجلس الادارة ان احنا نقعد معاكم على اساس نتابع مع بعض او نتكلم مع بعض مش بس على التكريم مش بس على ان احنا نشكركم على اللي حققتوه لكن كمان عشان نبقى صرحة جدا مع بعض وعشان نفكر في المستقبل فانا الحقيقة طلبت من الكابتن خالد العودي اعرف تفاصيل كاملة عن الموسم والنتائج الموسم فانا بطولة افريقيا اللي امضيها بطار الدوري اول الحمد لله كأس السوبر المصري اول الحمد لله كأس السوبر لافريقيا اول دوري المحترفين اول اوكي اربع بطولات واربع بطولات بنعتزل بها جدا ولكن لازم مع البطولات لازم نكون واضحين مع بعض وصرحة مع بعض ما ينفعش ان انا اخرج من كأس مصر الرياضة فيها كل حاجة وفيها مكسب وخسار وممكن نخرج وممكن نخسر ولكن اللي مش ممكن ان احنا نعملش اللي علينا او مش ممكن ان احنا ما نقومش بدورنا صح فبنخرج من كأس مصر من دور الستاشر مع البنك الاهلي وافريقيا ودي الحاجة اللي مزعلاننا الشخصية ان انتو بقالكم دلوقتي تاني سنة او تالت سنة دي على التوالي التاني سنة تالت سنة على التوالي تاخدوا سوبر وتخسروا افريقيا طالما تقدروا تاخدوا كل حاجة خدوا كل حاجة لكن لازم مع الارتزام والجدية والاسرار والعزيمة مع الجانب الفني لازم ده يبقى ده يعني الهدف بتاعكم اللي هو ما يتغيرش عازين الكاس اللي جاي والدوري اللي جاي وافريقيا اللي جاي لازم نفكر فيه نفكر فيه بكوة لنك تستحقوا ده وتستهلوا ده وتقدروا عليه ده اللي انا كنت عايز أقول لكم يا جماعة بشكركم على الموسم بشكر الجهاز بتاعكم على الموسم إن شاء الله اللي جاي يبقى أفضل بإذن الله في سياقة حديث الكابتن محمود الخطيب قال جملة مهمة جدا قال لك الكورة أو الرياضة مكسب وخسارة ولكن مطلوب منك وانت بتلعب أي مباراة نفسية انك تأدل عليك ممكن تخسر وارج جدا ولكن تأدل عليك لما تأدل عليك الناس أكيد هتراعي ده وتشوف ان انت عملت كل اللي عليك لكن مهم وانت بتدخل أي بطولة لازم تكسب كل البطلات ومعروف ان الرياضة دايما فيها مكسب وخسارة ولكن وانت داخل البطولة بتلعب على انك تكسب وده اللي ميخلي دايما للنادي الآلي هو رقم واحد الكلمات دي والتفاصيل دي هي سر نجاح النادي الآلي